بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا في الحلقات اللي فاتتها عن الـ functions وشوفنا examples كتير الـ function مرة عملنا الـ function نجيب بها power و function عملنا بها reverse string و function تالتا عملنا بها reverse array في الحلقة دي حنشوف examples اكتر على الـ functions طيب نفترض ان انا عايز اعمل function الـ function تـ print array هتاخد array وتعمل لها printing هنعمل public static الـ function هتسميها print array مثلا هتاخد parameter array of integers مثلا و ايه الـ output اللي هترجعهم ولا حاجة الـ function دي مش هترجع لي output هل ينفع function مترجعش output او هتاخد input هتاخد الـ array هتطبع الـ array وخلص مش هترجع لي اي حاجة مجرد ان هي هتطبع على طول الـ array ديت طيب ازاي اقوله ان هي مش هترجع output بكتب كلمة void void هنا معناها ان هي مش هترجع حاجة وحط القصين بدوري هعمل ايه حلف على الـ array و print element الـ element فيه فـ i equal zero وطول ما الـ i أصغر من a.length i plus plus وهنا هترجع الـ elements اللي فيها في المكان دوت a of i طيب هل في ريترن حاجة لا مش هرترن حاجة انا مش محتاجة ريترن حاجة انا بس هلف على الـ array وعمل لها printing فدي كده function بتاخد array وممترجعش output لما اجل استخدامها تحت انا هنا كنت عامل مثال في الحلقة اللي فاتت كان عندي array عملت لها reverse وحاطت نتيجة في array اسمها b لو عايز اطبع الـ b ديت حقوم من هذه print array وابعت لها array الـ b يبقى كده حتي print الـ b حيث ان الـ b ديت هي reverse بتاع الـ array فمفرود تطبع لي 3 2 تعالوا نجرب لو عملنا run علي فان طبع لي 3 2 1 كويس يبقى كده نحنا شوفنا ان انا ممكن اعمل array ممكن اعمل function الـ function ديت بتاخد input بس ما بترجعش output طيب السؤال التاني هل ينفع عامل function ما بتاخدش input وما بترجعش output يعني لا بتاخد input ولا بترجع output او ممكن زي ايه مثلا عايز اعمل function الفانكشن ديت تطبع لي 10 نجوم 3 مرات و 4 يعني مثلا عايز اعمل function اسمها public stack طبعا الفانكشن ديت اسمها print stars مثلا مش هتاخد input فالقصين جوه هيبقى فوضي مفيش حاجة مكتوبة جوه القصين ومش هترجع output فهتبقى void طيب الفانكشن ديت جوه بتعملي هتت print نجوم مثلا كم نجمة كده 10 نجوم مثلا اعتبرت تعمل print 4 مرات اعمل loop i 4 i plus plus الفانكشن ديت هتعمل ايه هتت print النجوم ديت في 4 مرات في 4 سطور طيب الفانكشن دي استخدمها ازاي ممكن اجي هنا واقوم بنادي print stars نجيت على الفانكشن من غير ما بعت لها اي parameters لان الفانكشن فعلا ما بتاخدش اي parameters ممكن اجيها اكتر من مرة بقى هنا اجي نجيتها مرة اجي هنا مثلا انا ديها مرة تانية انا ديها قابل ما print ال array انا ديها زي ما انا عايز كل مرة هعمليه كل مرة هتخش هتنفذ الكود الليه ده تبرنت النجوم ديت اربع مرات لو عملنا run هنلا ايه في الاول اول مبدأ ال program طبع هون النجوم اربع سطورة بعض بعد كده طبع cped اللي هي كانت ال y ال reverse بتاع ال y بعد كده زي ما شوفنا في الحلقة اللي فاتت بعد كده طبع print stars تاني طبع اربع نجوم تاني وكده طبع لي ال array 321 وبعد كده طبع الاربع نجوم تاني عشان print stars يبقى ممكن اعمل function الفانكشن ديت وممكن اعمل function مبتاخدش input ممكن اعمل function مبتاخدش input ولا output طيب هل في علاقة ما بين id وال id لا طبعا ما فيش اي علاقة ما بينهم ده scope ده scope ده scope بتاع function دي ده scope بتاع function دي ما فيش اي علاقة ما بين ال 2 functions زي ما اتكلمنا في حلقة scoping applicate كده نكون اتكلمنا عن functions شوفنا امثلة لكذا function عملناها في نفس program ممكن ممكن جوة function الواحدة انادي function تاني يعني ممكن جوة مثلا printarrays اجي هنا وانادي print stars مفيش مشكلة من جوة function انادي function تاني تانية عادي جدا مفيش مشكلة يعني ممكن function نفسها تنادي function تانية ممكن يكون عندي اكتر من function من نفس الاسم زي ما اتكلمنا عنها بل كده بس بمختلفين في parameters function بالنسبالي عبارة عن black box انا مش شايف جوة بيحصل ايه وهي مش شايفة ايه ال variables اللي بره scope بتاع variables اللي جواها هي جواها بس كأنها program مفصول تماما ام تحتاج استخدم لما انا عندي فيه كود بيتكرار عشان معانش اكتبه كذا مرة احكتبه مرة واحدة وافضل انادي ال function ديت بعد كده او تنظيمة للكود حتى لو الكود بيتنادي مرة واحدة ممكن عشان يبقى الدنيا منظمة اكتر الكود ال related لبعضه كده ممكن احوطه وابقى استخدم ال function ديت بعد كده ال function من اهم الحاجات اللي بتنظم الكود احاول تستخدمها كتير على قد ما تقدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وابقى استخدم في قلم ترجمة نانسي قنقر ثارت و schneدي العو books ه